فيلم Ghost in the Shell من إخراج روبرت ساندرز الفيلم بيبدأ في المستقبل القريب صنعوا اختراعات جديدة وقدروا يطوروا صفات معينة في الجسم البشري بطريقة تبنولوجية بيحسنوا الرؤية والقوة والزكاء وبدأت شركة هانكا روبوتكس المسؤولة عن الاختراعات تشتغل على مشروع تطوير جديد بشكل سري والمشروع ده عبارة عن تطوير جسم صناعي أو ما يسمى بالكذيفة وبدل ما يحسنوا القدرات البشرية كررت انها تاخد عقل بشري وتدمجه بجسم صناعي واللي اختروها للتجربة الفريدة هي ميراك كاليان وهي الوحيدة اللي ناجت من هجوم إرهابي إلكتروني تسبب في موت أهلها وبقت هي موضوع الاختبار خاصة ان جسدها اتصاب بأضرار خطيرة يستحيل علاجها أو اصلحها وبجسدها البشري مش هتقدر تعيش ولما فائت قابلت الدكتورة قولت وشرحت لها الدكتورة كل حاجة من غير ما تفهمها ان اتعمل عليها تجربة حول التفتكر اللي حصل لها وغاصت في ذكرتها لكنها مش قادر تفتكر وكرر كاتر وهو الرئيس التنفيذي لشركة هانكا روبوتكس انه يستخدم ميرا في جسدها الاصطناعي الجديد بكل قدراته المحسنة والخارقة على انها تكون عاملة في مكافحة الارهاب بعد ما اصبحت فريدة وقولة من نوعها وعمرها ما يكون عندها مشاعر تاني زي اي بنت برغم اعتراض مصممة التجربة الدكتورة قولت اللي كانت متعاطفة بعد سنة من تنفيذ التجربة على ميرا نجحت في شغلها واخدت اسم جديد وهو ميجور وحققت نجاح باهر وحصلت على رتبة رائد في مكتب مكافحة الارهاب في الكسم التسعة وهي بتشتغل مع الناشطين باتو وتوجسة تحت قيادة الزعيم دايسوكي اراماكي ميجور كان بيراودها شعور غريب احيانا وبيجيلها هلاوس وبتبقى منزعجة انها مش قادرة تفتكر ماضيها ولكن قولت رفضت الهلوسة على انها العيب اللي فيها واللي ممكن يسبب لها خلل حصل هجوم ارهابي على شركة هانكا ولكن الفريق اتدخل في الوقت المناسب وقدر انه يحبط العملية الارهابية وبعد ما اكتشفت ميجور ان فوسط العملية فيه طفلة قتلت هجبت بنفسها عليهم ودمرتهم واحدة منهم كانت تشتغل في المطعم ولما قبضت عليها ميجور بدأت تستجوبها عايزة تعرف مين اللي بعتها فجأة تغير صوتها وقالت لها لو فضلت شغالة مع هانكا مصيرك هو الهلاك استغربت ميجور من كلامها وقبل ما تعرف اي حاجة تانية جهل فريق وقتلوها فهمت ميجور ان دي كانت خدامة قالية وعليها فيروسات وفي حدة مسيطرة عليها وطول الليل معرفتش تنام وهي بتشحن نفسها بتفكر في الكلام اللي قالته لها وخرجت تحضر اجتماع الفريق عشان يعرفوا مين اللي كان مسيطر على الخدامة وخليها تهاجم البابنا وتقتل اللي فيه ولما سألها عراماتي قالت ميجور انها ملحقتش تعرف حاجة لان فريقها قتلوا البنت فكرروا يدخلوا شبكة زاكرة ميجور ويتأكدوا يعرفوا اللي حصل لها بالزبط خاصة وانها كانت رفضة دخولهم بعد ما عرفت ان الشبكة تم اختراقها من خلال كيان غير معروف اسمه كوز كسرت ميجور البروتوكول واخترجت الزكاء الاصطناعي الخاص بكوز عشان تعرف عنه معلومات اكتر فحاول الكيان انه يهجم عليها باختراق مضاد وقبل ما ينجح فصل باتو اتصال ميجور بالشبكة وقدر يحميها ولكن ميجور كانت عرفت مكانه وتتبعوا لمالها ليلة تبع عصابة ياكوزة واللي مش عارفينه انهم داخلين على فخ حصل انفجار وهم في المبنى وتسبب في تدمير عيون باتو وجسد ميجور الاصطناعي تدمر ولما فقت في المستشفى كانوا بيعالجوها من الاضرار اللي اصابتها وبدله عيون باتو صديقها بعيون صناعية وكانت ميجور وقفة معابة وسي وبسبب تصرفاتهم الغير حكيمة غضب كتر من ميجور وانها تصرفت من غير ما ترجع له وهدد انه هيقف الكسم 9 تماما لو المشرف الخاص بيها اراماكي موقفهاش عند حدها وقفت ميجور قدام ميرايا بتلمس وشها لكنها مش قادرة تحس بحاجة وجوها مشاعر غريبة مختلطة فقابلت بنت تانية وتأكدت انها انسانة مش قلية وطلبت منها طلب غريب طلبت انها تلمس وشها وتعرف ايه شعور ان حد يلمسك وجوبتها البنت على كل اسئلتها ولكن اللي هما مش عارفينه ان كوز قدر يتتبعهم بعد ما وقعهم في الفخ ورح وراهم لمقر شركة هانكا في الكسم 9 ودخل لمستشارة الشركة الدكتورة دالن وقتلها بعد ما اكتشفوا وفاة الدكتورة بدوا يربطوا بين موتها وموت واحد من الباحثين الكبار في الشركة وفي النهاية توصلوا الى ان كوز بيصطدهم واحد ورد تاني ودلوقتي الدور على اولت وفي مكان تاني قدروا كوز انه يسيطر بفيروسات على اثنين من عمال النظافة ويتحكم فيهم وبعدهم عشان يقتلوا اولت وهما في طريقهم لتنفيذ مهمتهم كانت ميجور اتسلحت من الاضرار لعصابة جسدها وعرفوا بخصوص الهجوم على اولت ووصلوا لعمال النظافة وقدر باتوا انه يقتل واحد منهم وميجور قبضت على التاني وسيطرت عليه وهما بيستجوبوا العامل وبيحاولوا يعرفوا منه معلومات عن مكان كوز اكتشفوا انه اصلا متفيروس وفاقد للذكرة ظهر صوت غريب من خلاله وكان كوز بيتكلم من خلال العامل وقال حاجة غريبة لمايجور خلتها تفكر كتير وبعدها اكبروا على الانتحار تتبع توجسة الاختراك اللي حصل لموقع سري وهناك اكتشفوا عدد كبير من البشر الاليين المسيطر على عقولهم ومربطين بشبكة اشارات مؤكدة ولكن اتقبض على ميجور كشف لها اكوز عن حياته وانه زيها بالضبط نفس المشروع بتاعها ولكنه كان النسخة اللي فشلت في اختبارها نكا لكنها ما زالت شايفاء العدو مش فهم ما سبب هجومه على الشركة طلب منها تحاول تفتكر وتسترجع ماضيها وتبطل تاخد الادوية اللي هم ادوها لها على اساس انها بتساعدها لكن الحقيقة هي ان الادوية دي بتساعد على منع ذكريتها الحقيقية من الرجوع وبعدها فكها وحررها وهرب بعد اللي سمعته منه رجعت للشركة ووجهت قولت بالحقيقة عشان تفهم منها ليه مش قادرة تفتكر وتعرف ماضيها وبعد ما الحت عليها كتير وفقت الدكتورة وحكت لها اكتشفت ان الدكتورة بتاعتها اصلا الية مش بشرية وان ميجور نفسها كانت شابة جامعية ثورية تم اعتقالها واستخدموا عقلها في تجربة جديدة من نوعها لما كانت ميجور منضمة لحركة بتهدف للقضاء على مجتمع الزكاء الاصطناعي وعرفت ميجور ان عقلها بشري وليها ام وامها لسه حية وعيشة في المدينة واعترفت ان فعلا فيه 98 شخص خضعوا للاختبار قبلها وماتوا وهي الوحيدة اللي ناجت من الاختبار ولما سألتها عن ذكرياتها اكدت لها ان ذكرياتها مزروعة ومش حقيقية هربت ميجور من المنشأة العسكرية بعد ما اكتشفت الحقيقة وهي مصدومة وبعد الفشل اللي اتعرضت له الشركة قرر كاتر ان ميجور هي المسؤولة عن اي حاجة حصلت وبعت الجنود وابضوا عليها وادى امر الهولت انها تقتلها لكنها على العكس بدتها عنوان تروح له وساعدتها على الهروب ونتيجة للي عملته قتل كاتر قولت ورمل لهم على ميجور وحملها بمسؤولية واعتبرها خارجة عن القانون قال المشرف عليها ارماقي للفريق كله ان ميجور اصبحت خطر ولازم يخلصوا عليها ويقتلوها هربت ميجور للعنوان اللي ديتهولها قولت قبل ما تموت ووصلت لشقة عايشة فيها ام ارمالة ودي كانت والدتها ولكن ميجور ما كشفت لهاش حكت لها ان بنتها اللي اسمها موتوكو كونساجي كانت بتحارب ضد التكنولوجيا والتطور الزيادة اللي بيقضي على المجتمع ولما الشرطة قبلت عليها قتلت موتوكو نفسها وكانت دي القصة اللي الشرطة قالتها لها خرجت ميجور متأثر بقصتها ومش مصدقة ان ليها ام وان اصلها بشري وكانوا كل ده بيتحقوا عليها اتوصلت ميجور مع ارماكي وبلغيته حقيقة بشريتها وان ليها ام وكاتر عمل تجارب على ناس كتيرة ودمر حياتهم قال لها لو قدرت تثبتي ده هنقدر ندفعه التمن وكانت تكر بيتصنط على مكالمتهم وعرف ان ارماكي في صفها طبعت وراء رجالته عشان يقتلوه لكن ما قدروش وقتلهم ارماكي وفي الوقت ده تتبعت ميجور ذكرياتها للمغزن اللي تشافت فيه موتوكو اخر مرة وبدأت تفتكر لما خطفوها وهناك قبلت كوز وافتكرت حياتهم السابقة وانهم كانوا متطرفين مناهدين في الجامعة خطفتهم شركة هنكة عشان تنفذ عليهم التجارب ونجحت التجربة على ميجور لكن فشلت على كوز ودمروا حياتهم كلها قارفت انه كان جزء من عائلتها وبعت كتر دبابة عن كبوتية لقتلهم ضربت عليهم نار وتصابوا بجروح خطيرة هجمت عليهم وكان كوز هيموت لكن ميجور قدرت تدمر مركز التحكم في محرك الدبابة على اخر لحظة وخسرت دراعة وهي بتدمرها وبتحمي كوز بعد ما تصاب كوز بجروح بالغة وخطيرة طلب من ميجور تروح معاه خلاص ما بقاش لها مكان هنا وهيطلبوا يقتلوها ولكن ميجور رفضت وقالت انها مش مستعدة تسيب مكانها وانها بتنتمي للمدينة دي قال لها كوز انه دايما هيكون موجود ومعاها ولكن قناص من شركة هنكة ضربوا وقتلوا صرخت ميجور والقناص بيستعد القتلها لكن قدر باتوا والفريق ينكزوا ميجور بعد ما يعرفوا الحقيقة وفي نفس الوقت قتل اراماكي كاتر بعد ما المجلس اتهموا بجرائم قتل متعددة وتاني يوم رجعت لها هويتها الحقيقية وذكرياتها القديمة وتم تعرفها على انها اليابانية موتوكو ورجعت ميجور تواصلت مع والدتها تاني ورجعت تشتغل في قسم تسعة للمكان اللي بتنتمي ليه تعمل اللي تخلقت عشانه وبكده يكون الفيلم خلص ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك للفيديوهات اكتر لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة